اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى تشهد مديرية حرف السوفيان وهي اكبر مديريات محافظة عمران باليمن والتي كانت احد المناطق التي انطلق منها الحوثيون بعد السيطرة عليها للسيطرة على اليمن تصعيدا لمظاهر الغضب والصحة الشعبي عقب الكشف عن مصير احد ابرز الوجهات القبلية بالمديرية الذي قتله الحوثيون بعد اختطافه واحتجازه لمدة سبع سنوات وقالت مصادر قبلية بمديرية حرف سوفيان ان اقواء من الغضب الشعبي تزود معظم قبائل المديرية التي تتمثل احد ابرز مناطق نفوذ جماعة الحوثي عقب تسليم الميليشيا يوم الخميس الماضي قثمان الشيخ القبلي البارز محسن بن معقل بعد مرور قرابة سبع سنوات على خطافه من المديرية ونقلت صحيفة الخليجة الاماراتية عن المصادر قولها ان عدد من قبائل حرف سوفيان توعدت في الثال لمقتل الشيخ بن معقل وبدلت الى استدعاء المقاتلين الذين دفعت بهم في صفوف الميليشيا بالتزاون مع رفضها لمساعي قيادات حوثية لإحتواء التوتر حول هذا الموضوع معي عبد الكريم العافيري الباحث السياسي ايضا هو من عمران عبد الكريم مرحبا بك اخي ما هي قصة هذا بنعقل الذي اختطف وايضا سلمت قصته الان اولا اسمح لي اخي قبل ان اتكلم بالنسبة للحمران هي ايضا مقاومة للحوثيين من زمان وليس من اللحظة وكان الشيخ محس المعقل احد ابرز المقاومين لهذه الميليشيات الشيخ محس المعقل هو شيخ نصف سوفيان اذا ان سوفيان تنقسم الى بنيرون وصبارة هو شيخ صبارة اي نصف سوفيان وهو احد حكماء بكين او ما يسمى في العرف القذلي بالمراغة اختطف في العام 2010 بعد انتهاء الحرب السادسة اختطف من بلاده واغفر حتى الاول من شهر ديسمبر الحالي وتم تسليمه جثة هامدة لعسرته يظهر عليها اثار التعذيب هل سلم جثة ام رفاة هل قتل قريب ام بعيد لم تردنا المعلومات الواقعة ولكن الحوثيون لازموا يستردون على منطقة حرف سوفيان ولذلك روما من قاموا بالتسليم وقاموا بالتفن ايضا حتى ما تتسرد الى وسائل الاعلام اي معلومة عن الشهيد محسن معقل نعم وما هي المباة عن الغضب الشعبي هناك هناك موجة استياء واسعة جدا اذ ان الشيخ معقلة لم يكن شيخ في سوفيان فقط يعتبر احد حكماء بكيل الممتدة جغرافيا وقبليا على مساحات واسعة من اليمن الشيخ محسن معقل ايضا هو عضو بارس في المؤتمرين الشعبية العامة وامن عمز المستهدف المدينة حرس فيها اكبر مدينة محظمة عمران من حيث المساحة والجمهوري من العيارة التقيل واحد الذين وقفوا حجر حزراء امام التمدد الحوثي ولذلك لا غلو ان يأتي استهجان واستنكار واستياء واسع في اوساط الناس جراء هذه الحادثة التي لمست مشاعر كل صغير وكبير ولكن الغريب ان تجد احد اسرة الشهيد معقل الذي هو ابن اخيه علي ابطلب معقل الذي لصبوه العوتيون مديرين عاما لمديرية حرف تفيان كثنا للسكوت على دم عم الشهيد هو من يتلقى التعازي من الشوثيين في وفاة عمه او في استشهات عمه وفتح من عمه البتلة في موزنبيك او في هيركيريا يعني مسخراء هم قتلوا وهم من يقدمون التعازي الى المدير نعم نعم من تسكت القبائل منذ اختباط الشيخ معقل فقد جارت عدة مشائخ من حرف تفيان او من قبيلة بكيل بوتش عام مكتب عدت الكريم الحوثي في صعبة وذبحوا عدة رؤوس من البقر امام هذا المكتب وزاروا المجرس فيها ولكن دون جدوى الميتهم الكثفة عن مصير الشيخ معقل إلا في هذه الاتناء بعد ترور سبع سنوات على الاختباط ولكن هناك الكثير من الذين اختبفوا مع الشيخ معقل المراتجين والسائج ووكع مشاحق وحيان ايضا من حرف تفيان لازلوا حتى المحظة لم يحلم مصيرهم نعم اذا ما هذا عن حرف تفيان ماذا عن محافظة عمران عموما وخاصة ان من هذه الحالة تتكرر كثيرا في المحافظة حيث لا يكترث الحوثيون لابناء المحافظة ويختطفون ويكتلون من يشاءون وفي اي وقت ان المحافظة التي مرزت ضد افن العم لم تأتي من فراغ فكما يعلم الجميع ان عمران قاومة التمتد الحوثي ربما بشكل اكبر من انت اخطي أن يكون محافظة في المحافظة في سائجة محافظة ومنها الشهيد مهتب معدين لديك حق صمامات الأمام لهذه المحافظة وأيضا هناك قوم معه الشيخ آخر الشيخ طغير بن عزيز ومشايخ آخرين أيضا جبائل حاشد في خيوان وفي بنان وصموب عمران لمدة ستة أشهر أمام الميليشيات وأمام الضرب وأمام سواعا التواضع المحلي والطولي والعقليين وأنه حصل آنذاك ولذلك دخلت الميليشيات بنهم انتقاني بشع وثابية قبيحة لتنتج من أبناء هذه المحافظة ليس الشيخ محسن معقل هو المحيد الذي وضع عليه بهذه النهاية هناك الكثير والكثير قبل يومين حصل اتحادث زرق أبوه المصفة لأحد أبناء مدينة عمران الشهيد فؤاد عافية في شاحنة تانية استقلها وهو رفاقه وفوق ذلك اكتحمت الميليشيات تارب بعد التفجير وأروح والأبطال والمتاع وأعتذلوا 11 شخصا ممن ضاموا بزيارة الجرحة في المتشفى من أين هذه الحادثة؟ في أي مديرية؟ هذه في مدينة عمران نفس المدينة في نفس مدينة عمران طبعا لم يسمعنا ذلك أن قضاء العمران حتى في ظل الظرفة الحالي أنها مستكينة أو أنها تخضى على الميليشيات على الإطلاق هناك موجة سخط شاحتة حتى عند الأطفال لا تتخين أنه الضفل يرغل في المدرسة فانوية بأن يلقي إذاعة تندد ما يسمونه بالعدوان فيظهر في بابور الصباح ويقول هل تعلم أن مؤسسة الجمهورية الثانية هو الشهيد الشتادي رحمه الله ليفصل الطالب ورساقي السبعة معنى ذلك أن الروح المقاومة لا جالد في أبناء عمران وأبناء عمران يقاومون في الجبهات هنا عندنا في مارب العديد من الأموية بإسم أبناء عمران عمران قدمت في مارب وحدها ألف شهيد يعني في مارب والجوف ونه نعم عبد الحكيم العفيري الباحث السياسي من عمران وحدثتني من مارب شكرا لك أعزاء المشاهدين لا يزال المنتصب متواصل